النهاردة ان شاء الله هنتكلم على نقطة الاستدامة انا المحاضرة فات الكلام مع البيم وفي محاضرة تانية هنتكلم فيها عن البيم وفي محاضرة هنتكلم فيها عن الزكاء الاصطناعي. طيب نبدأ بقى مع بعض كده. فكرة الاستدامة ان انا عايز اعمل مبنى يكون صديق للبيئة وان انا ابني الاحتياجات الجيل الحاضر من غير ما اجي على احتياجات الاجيال القادمة. بمعنى ان انا لو ابني مسلا مبنى. المبنى ده مفروض هيتعامل بالف تن خمات. يبقى انا ابني بالف تن. لو بانيت بالف وخمسمية فالخمسمية دي بيشتبعي. الخمسمية دي بتاعت الاجيال القادمة. الاولادنا وكده. فالهدر اللي بيحصل في المباني عالي جدا. الهدر اللي بيحصل في المباني عالي جدا. من اشياء كتير جدا. ليه? لو انت شغال بالطرق التقليدية. فبتلاقي ان طريقة الحساب بالدقيقة. فحاجات كتير قوية. يعني مسلا ايه? لما تجي كل مسلا بتعمل حصر. فانت شايف الحاجات الافقي. انما لو في حاجة رأسي. يعني لو انت شايف مسلا تغزية موصير. فانت شايف كل الموصير الزهرة قدامك. انما المصورة اللي بتنزل. اللي تغزي حاجة معينة. النزول ده صعب يتحسب. اه صعب ان انت تعرف الكلاشات فين. فانت ممكن تجيب حاجات. وبعد كده تكتشف ان في مشاكل. طب. نتيجة كده ايه? نتيجة كده ان هتحصل مشاكل فالشغلها هيوقف. فالخامات هتتكسر عشان تتعمل تاني. يعني فيه حلاك كتيرة جدا بعد ما عملوا كاميرات خرصانة وحديد جواه وكل حاجة. اضطروا انهم يكسروا عشان ما اخدوش بالهم ان هيحصل فيه كلاش في المكان الفلان. وده يعني لها كده يخلو منه مشروع. فلازم يكونوا ماخدين بالنا من حاجة زي كده. يبقى هي الاستدامة ان انا اعمل مبنى صديق البيئة. وبراعي التصميم. وبراعي البيئة. وبراعي الابعاد الاجتماعية. تمام? براعي ان فيه بشرة تسكن في المكان دوت. وبراع برضو التكلفة. طيب. فاقطاع المباني اللي احنا بنركز عليه في الشغل بتاعنا. بيعدم بيساهم كتير اوي في سانيسود الكربون. بيعمل الانبعثات كتير جدا. اللي ينسبة كبيرة جدا. فلو قدرنا ان احنا نمني مباني تكون اا الاستدامة عن ما بتاحها قليل احنا هنوفر كتير اوي. لو قدرنا نعملها بتسهل قاربة. قليلة. يبقى ممتاز جدا. طيب. تعال بقى نشوف بالارقام. فيه حاجة في استراليا اسمها الجرين ستار. فلو ان انبعاثات الاحتباس الحراري من الابنية اللي واخدها شادة الجرين ستار اقل من العادية اتنين وستين في المية. واستهلاك المية اقل بواحد وخمسين في المية. فاحنا مجرد ان احنا بس ايه عادنا نفكر بفكر استدام قدرنا ان احنا نوفر استهلاك الكهرباء. وقدرنا ان احنا نوفر استهلاك المية. وفي نفس الوقت ما من روش الناس ما تستحماش وما تشرفش ولا حق فالس. بس يبقى فيه بعض التصميم او بعض اللي هو بيعمل مية رزاز مثلا بالذات في الاستحمام. بحيث ان كمية المية اللي هو استهلاكها في الاستحمام تكون قليلة. وبذات ان كلكم انا معمريين فهتلاقي في حاجة كتير جدا معمريا تقدر تقلل السلاك الكهرباء. يعني لو انت مثلا لفيت المبنى تمام? وغيرت اتجاهه وغيرت الزاوية. ممكن توفر الكهرباء ما يصل لستين في المية من السلاك الكهرباء بسبب بس انت غيرت اللف بتاع المبنى. تمام? يعني غيرت بس وعملت روتيت للمبنى اللي انت مصممه ده يوفر كتير قوي. بحيث ان الشمس هتدخل فبالنهار مش هستهلاك وكهرباء. بحيث يعني حاجة كتير قوي بسبب ان انت لفيت المبنى. فتخيل ان انت صممت المبنى وبعد ما المبنى خلص اكتشافت ان انت ملفتوش صح. وان السلاك يبقى كتير. هتقدر تلفه? ولا اقدر ان انا اعمله على برنامج كمبيوتر. فيقول لي الزاوية دي هتستهلك قد كزا. ولو لفيته بالزاوية دي هتوفر اكتر. فانا عايزة تفعل معي افتح البايك وتكلم وهنا ندردش مع بعض. تمام? اه. فهي دي النقطة اللي انا بنتكلم فيها. ان ان استخدام البرامج بتاعة الاستدامة وبرامج البيم بتخليك تقدر تعرف المشكلة قبل ما تحصل. يعني انا مش مستمني لما المبنى يخلص والناس تسكن. وبعد كده اقول لهم لا ده انا اتشافت ان انا لو كنت غيرت التصميم كان حصل احسن. انت ممكن تعمل مئة تصميم على الكمبيوتر في يوم. يعني في حاجات هنشوفها مع بعض بسمية جنراتف ديزاين. ان انا اقول له ايه? طب جرب زوايا من الف من مية لمية وعشرين. وكل مرة لف 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 كده. واعمل والدين الارقام. فالموضوع حيبا سهل جدا. طيب. اه مبنى الانديا جرين بيلدنج اه كونسل في الهند ده قدروا ان هم يوفروا نص الطاقة من اربعين لخمسين في المية من الطاقة. ومن عشرين لتعاتين في المية من المية المسالكة. اه شهادة نجمة الخضراء اللي هي جرين ستار في جنوب افريقيا. قدروا يوفروا سلاك الطاقة ومبعثات غسة نصد الكربون بنسبة من اربعين لتعاتين في المية. وكذلك المباني اللي هو اخد اشهدت الليد. كلنا سمعنا عن الليد مزبوط في حد ما سمعش عن الليد. طب قول لنا ايه هي هو تعريف الليد. يا شباب. يا شباب. شباب شباب انا واسق ان كلك سمعت عن الليد. فريت حد كده قول لنا ايه هو الليد. هي شهادة اعتماد بياخدها المكان على حسب تطبيق الشروط معينة الاستدامة. الله نر عليك. اسم حضرتك? وطن. ماشي شانس واطن. شكرا شانس. طيب الليد دي شهادة اسمها leadership in energy and environmental design. دي هيئة غير هدفها للربح مفروض. موجودة في امريكا وموجودة في كندا وموجودة في كترة جدا. دي بتحط لك بعض المعيير وتقول لك مسلا انا هديك في مئة نقطة. لو قدرت تاخد مسلا تسيعين نقطة هديك مسلا البلاتونيوم. لو قدرت تاخد مسلا تمانين هديك الزهبي. لو قدرت وهكذا. بيبدأ يديك دراجات معينة. وانت بتبدأ ان انت تمشي عليها وتبدأ تشوف التحققات ايه? يعني على سبيل المسال مثلا يقول لك ايه? اه لو انت قدرت تتوفر كمية مية قد كزا هبدأ هديك نقطة تسين. لو وفرت كمية اكتر هديك تلات نقطة. لو ابتكرت حاجة اكتر توفر مية اكتر من واحدة خمسين في المية. حاجة احنا ما نعرفهاش. خلاص هنديك الاربع دراجات كاملين. هنديك يعني نقطة كده تشجيع على الابتكار. هي دي فكرة شهدت الليد. يعني يقول لك المبنى ده واخد شهدت الليد. معناها ايه? معناها ان المبنى ده المهندسين اللي موجودين فيه. واغلب الاعتماد بيكون على مهندس المعماري. وبعد كده الميكانيكا والقهرباء. ونادرا بس هو اغلب الشغل بيبقى شغل معماري. من حيث التصميم ومن حيث التجاه ومن حيث حاجة رجالة. فانت لازم تبقى فاهم استدامة وتبقى فاهم بقى ايه النقطة اللي انت ممكن تحقق في الليد. فبقى عندك ميزة. ومطلوبة جدا في السوق. يعني يقول لك ايه الشخص ده واخد ليد جي ايه. فمعتمد ومطلوب في السوق. اللي اعلى من جي ايه شهدت اسمها اي بي. ليد اي بي. بتبقى بتخصصت في نوع معين من المبنى. طبعا عندنا في حاجة تانية اسمها بريم. بس دي خاصة مثلا ببريطانيا. في مصر فيه الهرم الاخضر. في قطر فيه جي سيس. عندنا هتلاقي مسلا الامارات فيه اللقلق. طب ظبي. النظام اسمه نظام استدامة. يعني كل دولة بيبقى ليها نظام كده ايه بيكون مهتم بان هو يخلي الناس تركز على مطال استدامة. وفيه مشاريع كتيرة جدا في العالم كله. منهم مثلا مصر. فيه مشاريع كتيرة في مصر كان يقول لك ايه. عشان شركة المأولاد تاخدوا المشروع. لازم تتعهد انها تحقق ليد آآ بلاتونيوم او ليد زهبي حسب ما يتفقوا. يعني يقول له انت انا مشاريت عليه شرط. ان انت خدت المشروع لازم تجيب لي في الليد. المشروع ده لازم يكون استدامة. منه مسلا مشروع زي مسلا آآ مول مصر مسلا ده كان مشارتين في الاستدامة آآ متحف الحضرات في بعض المشروع كده كبيرة بيقول له شاركس. عشان تاخد المشروع ده ان تلتزم بان انت تعمل لي استدامة. تمام? طيب احنا قلنا ده بيركز على الاثارة البيئية. لكن الاستدامة بيركز بقى على البيئة والمجتمع والاقتصاد. طيب ايه متى نقول لي ان المبنى ده يكون صديق البيئة? انه بيوفر في استلاك المية. آآ ما بيكونش فيه مبعثات كربون. آآ بيكون يقلل الهالك. آآ يعني مثلا فيه مثلا مية من احنا مثلا غسلنا قدينة. فالمية ده ممكن يكون فيه تصميم معين ان المية دي بدل ما تترمي. لأ هنسي بها الزرع. ممكن معالجة بسيطة. ونسي بها الزرع. او او نبرد بها التكييف. يعني بدل ما نستاخل مية نضيفها خالص. لأ ممكن نعمل لها معالجة. وهكزا. يعني كل حاجة نعيد استخدامها. المية بتاعة المطر. بدل ما بتغرق الشوارع. لأ ان هعمل لها آآ معالجة. وابدأ ان انا جمع المية دي واستخدامها. يعني نفعش بقى عندي مشكلة في المية وبش لا اشرب. والمية بتاعة المطر عما لا بدي عمالني. تمام? فباستخدام افكار شوية بسيطة جدا في الاسدامة. نقدر نحن نجمع مية المطر. نقدر نحن نعد استخدام المية. وكل افكار موجودة ومتنفسة. فما فيش حاجة فيهم. هتبقى صعبة. تمام? هتكون كلها بس ان انت بتبدأ تشوف الافكار. فهتلاقي ان ان انت بتنقذ المجتمع بتاعك. بتنقذ الكوكب. ان انت فيه هاي الكتير جدا في المشروع. انت بتقلله. المباني تأثيرها سيء جدا على البيئة. بش المصالع لا. ده ده المباني نفسها. يعني ستة اربعين في المية من الطاقة. بكون موجودة في في المباني. وبتوصل لتبعين في المية في في العواصم او في البدن الكبيرة. الكونستركشن بيستخدم تلتة خمسين في المية من المواد الاولية. فاحنا ليه ما نفكرش كده طب انا ممكن عادي استخدام المواد. وهكذا. فدي بتبقى من ضمن الحياة اللي ممكن تبقى فيها استدامة. ان انا بش بستهق بش بقطع شجر. لا ده انا ممكن عادي استخدام مواد خام او كده بحيث ان انا ما ما ابطعش في الغابات عشان امن البيت. تمام? فلازم يكون في فكرنا في كل افكارنا ان احنا ازاي نعمل حاجة صديقة البيئة. من ناحية البيئة احنا ممكن مسلا اه نشوف انظمة الايكو سيستيم نقدر نحسن جودة الهواء الداخلي. ممكن في انواع من انواع الطلاق ده بيأثر على التنفس. وفي امراض لتسبب ان البيت بتاعنا بيكون مخنوق. ويمكن احنا حسنا بالموضوع دوت في فترة كورونا. لما اطلعنا احنا في البيوت. البيوت بش مصممة ان انت تعد فيها. البيوت مصممة ان انت تجي تنام. فالكتمة والحاجات دي سببت لناس كتير اربوا ومشاكل في التنفس. وفي مرض بسمى مرض المحرابين القدماء. ده كان سبب يعني التكيفات بتبقى مثلا موجودة فوق الراجل نفسه المريض او كده. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نخلي بالنا منها. في اثار اقتصادية. احنا كل شوية مواد اولية وتتكسر ونعملها ونطلب حاجات مثلا من الموقع ولما تيجي ما نعرفش تتركب فنضطر ان احنا نقطعها وفي حاجات كترة بتتريمي. في حاجات خاصة بالصحة. تحسين درجة الحرارة وتحسين الصوت. نقلل انت كل الصوت. الحواب بتعادت متفاعة جدا فانت بتسمع اي صوت بيحصل في الشارع. فاحنا ازاي نبدأ ان احنا نعمل تصمات تكون صديقة البيئة. فاحنا هنركز على الانرجي طاقة ان احنا نعمل تصميم ونبدأ نشوف من خلال البرامج هل الطبيعي بيبقى موجود في المكان كله ولا في مكان بش يوصل له المية. زي ان احنا نستخدم حاجات تقلل استعلاك المية تعيد استخدام المية الرمادية او الماتيريال. طيب. انا اتكلمنا عن البيم فبس هنا بس ايه بنمهج كده شوية عشان هندمج بين الاتنين. الفكرة البيم بقى ان انت بتعمل الموديل. الموديل ده تقدر تبعاته لكل برامج التحليل الحراري وتحليل الهوى وتحليل الرياح وتحليل الزلال والحاجات دي كلها. تمام? فدي فكرة ان انت عملت الموديل تقدر ان انت تستخدمه كتير جدا. زي ما كنا مضطر مثلا ايه اه بعد ما عملت الموديل على الاوتوكاد او عملت المبنى على الاوتوكاد تدخلوا على برامج كتيرة. فمسلا فيه برنامج للدوء والبرنامج للشمس وهو. فتعيد الشغل بتاعك على كل برنامج فيهم. ولو حصل تعديل مضطر تصفوا على برنامج برنامج تعمل التعديل ده فيه. فده كان بياخد مننا جود كبير جدا. دلوقتي الحمد لله بقى مرة واحدة. فكل ما احنا شغالين في المشروع. كل ما راحل المشروع. بنبدأ ان احنا نشوف ممكن تبيدي ازاي? يعني في اول مرحلة بنبدأ ندرس المشروع ونبدأ ندرس لو عملنا مسلا ارتفاعات معينة هيبعمل ازاي? طب لو غيرنا في دي لو غيرنا في دي لو عملنا كل الحاجات دي. بعد فترة دخلنا في التفاصيل اكتر نبدأ نعرف الدراسات اكتر في الموضوع. ماشي? في حاجة اسمها يعني يعني بحط في البرنامج بتاعي اكتر من بتاعي لكل دولوقتي شغال ريفت صح? ولا في حد بشغال ريفت? كل ناس شغال ريفت? اه اتنق يعني مش كلنا دكتور اغلاء يعني ناسه الليلة فينا جدا. تمام. طيب بصوا ده برنامج ريفت هوت هنبدأ مع بعض حاجات بسيطة. تمام? ولو في اي حاجة مش واضحة اقول لي وانا عاديها لك. تمام? طيب خلينا ابدأ موديل جديد اهو. انا بقول له عايز ابدأ موديل. ميزة البرامج تاعت البيم عن الاتوكاد او البرامج التانية اللي قدته دي ان انت بيبقى ملف واحد فيه اللي هو المسلا الدور الاول الدور التاني الدور التالي. فيه في الحصر. فلو حصل اي تعديل بتعمل في كل مرة واحدة. ماشي? خلنا نبدأ اهوت. وانا اقول له ان انا هشتغل متريك. انا بس بوريكو بعض الافكار خاصة بالبم. وخاصة بالاستدامة بحيس ايه? تبو متخيلينها. انما طبعا اه الدكتور محمد هو اللي احسن مني والي هو اللي هي ايه? هيشحيقه مضاعب تغسين ان شاء الله. من تعلم مينك دكتور? العفو. لا 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 عفو استاذنا الله كان بك دكتور. بعدها برنامج الريفيت الريفيت اه من برونجة تو ديسك كان اه برقوا مسلا اه تعملت تاريبن سنة الفين او حاجزا كده. لكنو تو ديسك اشتغلت الفين وستة وبدأ اشتغلت بقى مساعدة. طيب بص خلنايا نرسم حاجة تغيرة. تمام? بس انا عايز كدفتاره معي بس. تمام? انا دلوقتي هيقول له هنا عايز ارسم وال. فدي اول حاجة اختلاف مع الاوتوكاد. الاوتوكاد ما بيرسمش وال. بيرسم لاين. بيرسم ارك. انا هنا بقول له ارسم لي حيطة. فهو على طول بيرسم حيطة. بكل الابعاد بتاعاتها بكل الانفرميشن. فلو انا جيت كده. وقلت له انا عايز ارسم وال. ماشي اهو. انا قلت له ارسم لي الول ده اه شكل سديسي ماشي نعم. تمام? طيب اللي احنا ارسلنا ده تو دي ولا سري دي? اللي احنا ارسمنا ارسم هنا سري دي. يعني بصوا لما اقول له خش على سري دي. اللي احنا ارسمناه انت شايف تو دي لان هو عمل لك مسقط. انما هو في الحقيقة سري دي بالشكل دوت. تمام? مش بس كده. طب خليني وانا هنا في سري دي هاجع على الحطة دي. والغيها. فلما تروح للبلان هتلاهت لغة اوتوماتيك. تمام? عندي هنا برضو ده الفيشن. تمام? يعني الواجهة. لو جيت هنا ودستو راك لك ودتلو جوته الفيشن فيو. هتلاقيه موجود. ولو جيت هنا وغيرت الارتفاع بصوا انا بغير ارتفاع ازاي? وتروح للسري دي. هتلاقيه يتغير. فدي الميزة ان انت بش تبعث مشروع تكون فيه لوح الاليفيشن مختلفة عن سيكشن مختلفة عن الحصر. لأ كله حاجة واحدة. سدى ان الموضوع ده بيفير كتير جدا جدا. يعني ضمن لك ان مش كل شوية جيلك مشاكل من الموقع. في الاسلوب التقليدي اكيد انت بتعدل في وتنسى تعدل في لان احنا ساعتها بنتكلم عن مشروع ففيه متين غرفة فوارد جدا تحصل مشكلة. او حاجة تنسي. تمام كده? طيب خلينا نبص كده على الحيطة. وتعالي ندفل مسلا على طيب. في هنا الماتيريال اللي موجودة هنا غير الماتيريال اللي موجودة في بيت البرامج. ليه? ايه الفرق? ان هنا بش بيدور على الشكل. يعني هو بش بيدور ماتيريال دي لهمها احمر ولا اخضر ولا ازاز لا ده بيدور على المعدن نفسه بحيش لو انت حبيت تعمل وتتأكد ان المبنى ده هيكون صديق البيئة او هيكون موفر للطاق او الحاجات دي. هيحسبها على طول. بمعنى بص اول ماتيريال اللي لقناها هيت من غير وغير حاجة اول ماتيريال انا ما عدتش اضور. فيها الاي دي. التعرفات بتاعتها. الكلام. عندي جرافيكس. ده اللي موجود في اغلى البرامج اللي هو لونه ايه وشكله ازاي والحاجات دي. الابيرانس. تمام? بلا عند حاجة بقى اسمها فيزيكال. تمام? تعالي نشوف المعلومات. هيطليق بقى الحاجات ايه? الاسنان الحسابات هيعملها. تمام? عندي حاجة اسمها سيرمل. هتلاقي بقى بيديك الحسابات اللي لما تيجي تعمل محاكاة يبدأ يحسبها. يعني البرامج دي بقى تقدر تصدر كل الشغل ده للبرامج بتاعت المحاكاة ويبدأ ان هو يجيب لك الحسابات صح. يعني عندك هنا الهيت. عندك الدينستي. عندك البيهيفور. عندك السيرمل. كل الحاجات الخاصة بالطبيعة المادة كحرارة والخصائص الفيزيائية بتاعتها والخصائص النقل الحرارة فيها وكل الحاجات دي موجودة. تمام? هو حتى بحسب لك هو الهيت ترانسفير وعندك السيرمل. هتلاقيه هو اوتوماتيك بيبدأ يحسبها للحيطة دي. طيب. هنبدأ نشرح شوية حاجة كده واحنا ماشيين. بس هي الفكرة كلها ان برامج البيم هتفضل تشغالها معاك في كل مراحل مشروع. بحيس ان انت كل ما بتعمل حاجة بيبدأ ان هو يديك مزايا اكتر ومعلومات اكتر. تمام? فهتقدر تعمل هنشوف الموضوع ده بيحصل ازاي? بش برنامج البيم بس كل بش برامج الريفت بس لأ في برامج كتيرة جدا بتقدر تعمل موضوع المحاكاة ده بشكل كواس جدا. حتى بمرحلة بنبدأ ان احنا ندرس الماتيريا اللي موجودة وبندرس الفوائد اللي في المشروع والانيرجي والضوضاء هتحصل ازاي? وكل حاجات دي بتقدر تعملها في قلب البرنامج بحيس ان انت تقدر تعمل مبنى صديق البيئة. خلينا نحفظ كده جملة اللي قال لها المهندس حسن فتحي ان ان ربنا مش سمحني ان انا متعمدا ازود درجة حرارة المبنى سبعاتشرة درجة مقوية. من خلال مسلا ان انا عملت الوجهة ازايز. فالازايز بيدخل حرارة ويتبسواه بزوجية فانقعد في حرب. فمحتاج ان انا اركب تكيفات ودي مشكلة كبيرة جدا. تمام? دي هو بقى بيبدأ يدرس فاطر احنا بندرس واحنا بنتصمم فاطرة حياة المشروع يعني المشروع ده هيفضل مسلا شغال عشرين سنة فبنبدأ ندرس استهلاك الطاقة اللي فيه. هوركوا زي تعملوها يعني ان شاء الله في الكورس دوت هنبدأ ندرس استهلاك الطاقة اثناء تشغيل بش اثناء التصميم لا اثناء التشغيل يعني بعد ما صممنا المبنى ونستكنت وابا فازاي ندرس نحسب استهلاك الطاقة بعمل ازاي? لو حصل تعديل في المبنى هنستارف في ازاي? طيب. دي بقى الحاجة اللي احنا اتكلم فيها. آآ طيب قبل ما اكمل في حد عنده اي سؤال او اي مشكلة او اي حالي خلص? انا بحب اللي بيسأل. لان عشان اتعلم الاسئلة. في حد عنده ايه اسئلة? لو ما سألتوش هسأل انا. حد عنده ايه اسئلة? طيب. انا الاهم. انا هسأل السؤال ده واتمنى كل الناس تجاوه. انا الاهم. البيم اهم ولا الاستدامة? مهندس بشوي ايه رأيك انا الاهم البيم ولا الاستدامة? ممكن يكون هما الاتنين بيكملوا بقى. تمام طيب. آآ حد تاني. آآ مهندسة ماريا بتقول الاستدامة. تمام? طيب. هقول لكم ليه شوكرا مشكلة بشوي. مفيش اجابة غلطة. احنا بنتشاور ممكن اجابتك انت تكون اصحة من اجابتي. بس انا بطرح وجهة نظر. ليه انا بقول ان الاستدامة اهم من البيم? لان انت لو راح تسكن في مبنى. ممكن تقولي انا عايز اعرف المبنى ده في استدامة ولا لا. في نفس كده لما بتجي تحكز فندق على موقع مسلا زي بوكة او اي موقع تاني. بيبدأ يدور كده يقول لك ايه? احنا بندور مسلا عايز فندق يكون ركيس او فندق يكون مسلا بيتقول لي عن نيل. في ناس كتيرة بتقوله انا عايز مبنى يكون صديق البيئة او يكون واخد ليد او يكون واخد مسلا الهرم الاخضر. ليه? عارف ان المبنى ده هيوفر لي في الكهرباء المبنى ده يكون صديق البيئة. انا بحب اشجع لحياة صديقة البيئة. انما مش هفري معي اتعمل بين مولا. خلاص مرحلة البيم ده خلصة. تمام? حتى لو هو بيشغل في بالفصيلة تماما بس بالشيء ده اللي بتفهم معي. البيم اداة قوية جدا بتحققها لها هدف كتير جدا منها هدف الاسداني. وبيدخل معي في حاجة كتري اوي. وبيوفر معي في التكلفة واو والحاجات ده كلها. فهو اساسي. وهتلاقي شغل كتير جدا لو انت معك البيم. لكن حاول تشوف انا هستخدم البيم في ايه? يعني البيم ده طولز قوية. هستخدمها في ايه? هستخدمها في ان انا احقق روحة الانسان اللي موجود. ان اللي يسكن في المبنى ده يدعيلي. بشي ده علي. طيب. احنا عملنا موديل بيم. وهنشوف مع بعض بسهولة جدا تقدر تعمل موديل بيم باشكال رهيبة جدا. تمام? انا حاليا نشغل مسلا في مشروع مع مكتب زوجة حديد. فبنعمل اشكال عجيبة كده وعدوية اشكال اه يعني اه اللي هو يقول لك عمران بتعمل بالبيم? لا بنعملها بالبيم وبالرفت عادي وما فيش مشان خالص. طيب احنا انت عملت موديل بيم. تقدر باية تاخد نفس الموديل بيم ده? وتقول له اعمل لي سن وشادو. اعمل لي سن وشادو للموضوع ده. هعملها قدامكم. تمام? وهتلاقوها سهلة جدا. قادر اعمل دراسة للرياح. واقدر ادرس الارفلو اللي موجود. واقدر ادرس الحاجات دي كلها بشي اخد وقت. الحاجات دي كان كل واحدة فيهم بتاخد وقت كتير جدا. ليه? لان كل برنامج متخصص بيعامل واحدة فيهم. كنت لازم ادخل عليه واعمل موديل جواه. كان بياخد مني وقت البيم. موديل واحد بعمله. وادخل لكل البرامج التانية. ما فيش برنامج من برامج الاستدامة. غير وبيقبل الشغل من البيم. اخدها من قاعدة. مستحيل تلاقي برنامج استدامة. ما بيقبلش الشغل من البيم. ليه? اه اسألني ليه? حد يسألني طيب عشان عارفه كمي? ايه دكتور. طيب بس يا سيد الفاضي. اه في الموضوع ده عمل مشارك كتير قوي. ان فيه شركات كتيرة وممكن شركة عايزة تشغل مشروع اه بالريفت وشركة تانية عايزة تشغل جزء المشروع منه وشركة عايزة تشغل تكلا. فلو انهم مش عارفت تشغل مع بعض. فالشركات دي منهم شركة منهم شركة جرافي سوفت منهم اه شركات كتيرة بدأوا اغتامعوا مع بعض وعملوا حاجة اسمها بيلدينج سمارت. بيلدينج سمارت دي اه شركة غير هادفة للربح. جمعية تعاونية كده غير هادفة للربح. مهمتها انها توفق البرانج مع بعض. ان انا لو اشتغلت عن وحابب ان اخد شغل بتاع تكلا ونكمل مع بعض ما فيش مشكلة. فبدأوا يعملوا الصيغات مشتركة. هلو بقى قال لك اي في سي لا لا اه جي بي اكس امي ايل لو كازا الصيغة تقدر تنال بيانيت لكل الحاجات. طب هل الموضوع ده موجود في تعالي نشوف مع بعض. طيب احنا عملنا الموضل هو. تمام? لو انا جيت هنا. وطولك سبورت. فلاهي عند الاي في سي. اي في سي ده يقلت اندستري فونديشن كلاسز. بيتقري في كل برامج البيم. يعني تقدر تاخد الموضل ده وتشتغل عليه في قلب برامج الاركي كاد او تكلا او اي برامج انت عايز. بيتقول له اي في سي. خلاص بيعمل لك نسخة من الريفت. اي في سي. تتقري على اي برامج تالي. دكتورو تقريبا الشيرس كين افل. الشيرس كين افل? اه. خليني. لا او عندي. او ممكن خلاص او انا المشبين عندي. طيب هعملوش الشيرس كين افل. افل لا افل. ده كده? اه اه كده طبعا. طيب بص دي الفضل. عندي هنا من اقدر ان انا ابعت لكل البرامج من خلال. عندي اي في سي. وعندي حاجة تانية اسمها جريم بيلدينج اكسترنال ماركة اوب لانجوش. جي بي اكس اميل. ده ملف عمل زي الاشي اميل كده. تمام? بيتقري في كل البرامج بتاعت الاستدامة. يعني اي برنامج من برامج اللي بيحسب الحرارة. بيحسب الضوء. بيحسب يعني عن اي برامج بيحسب اي حاجة خاصة بالاستدامة. بيتقبل مع برامج جي بكس اميلي. خلاص. ما ما ديش برنامج غير وهو بيقدر يتعاون معاه وياخد منه الشغل العادي بدون امشي الخرص. تمام? دلوقتي هنشوف ازاي ندرس الزلال والرياح والحاجة دي كلها. من قلب البرنامج بتاع ريفت عادي. وممكن تاخد الشغل تودع لها برنامج. يعني واحد متعود يشتغل ببرنامج اكس. خلاص اشتغل لبرنامج اكس. خد الموديل سيفه اكس اميل او سيفه اي في سي وكمل شغل في البرنامج تاعك. ده على اسم المسال مسلا اوه. ده في المشروع احنا عملنا موديل. تمام? وقلنا له اعمل اناليس. فقال لنا مسلا السلاك الحرارة والسلاك الطاقة والحرارة وعملنا كل حاجة. طب لو عملنا فتحتين. طب لو عملنا على حرف سي. عملنا حرف سي بحيس يبقى في مكان كده حديقة للناس تعود فيها. لو عملناها مسلا على هيئة كيرف. تمام? ممكن تكتشف ان لما انت عملته على كيرف. وفر مسلا خمسين في المية من الحرارة. من من السلاك الطاقة. طب ما كده كده ده 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 هيبدل مسلا مبنى عشرين سنة. كل سنة بيوفر لي خمسين في المية من الحرارة. من من السلاك الطاقة. ليه لا? طب لو انا عملت نوع معي من زجاج. طب لو عملت نوع تاني. طب لو عملت نوع تالي. كل نوع بابدأ اعمله محاكاة وابدأ شوف الفرق. كلام ده بالاسريب التقليدية كان كل تجربة ممكن تاخد لها يوم يومين تلاتة. دلوقتي ممكن تعمل عشر عشرين تجربة في يوم. الموضوع بقى سهل سهل جدا. او اريك. انتم مش تصدقين. ليه مش عارك? عادش مصدق. طيب تعال نشوفها كده مع بعض. بص في حاجة اسمها ماسنج. ماسنج يعني بتعمل ماس. طيب خلينا نقول له مسلا اا يعني هابدأ اعمل كتلة وابدأ اشغر عليه. ماس قدرنا نعمل منها حاجات اشكال ردوية كانت بتعمل شكل انسان والحاجات دي كلها. وكروفات وكل اللي انت عايزه. بص اهو. هرسم اهو. مسلا انا رسمت اهو حاجة بالشكل دوت. رسمته مستطيل. تمام? الفيديو مستجل فتقدر ان انت ترجع لها كزا بان. تمام? علمت على الجزء اللي تحت ده اهو. تمام? وبعد كده اقول له كريت فورم يعني حوال لسري دي. هيعمل ايه? هيعمل بشكل دوت. لا انا عايزه يطلع لفقه شوية. طب انا عايزه يلف. امر يلف اللي هو ايه? روتيت. هات امر روتيت. اهو. بص الممنى بيلف معي اهو. تمام? طب قول له فنش. طيب انا عايز الممنى ده اضيف له حوايت. بص لما تجي تعمل تقول له اي فلور هيعترضه هيقسم فيه. طيب هو عمل واحد اهو. لو عم وقفت كده هتلاقي المعلومات بتاعته. طيب انا عايزة اقول له ضيف لي مجرد تعمل كده هيعمل لك الحيطة وهي بتلفه بالماتيريا بتاعتها بكل حاجة. بص عشان تبقى معك اكتر خلينا اعمل لك شدد. اهو بص هنا مفيش حيطة هنا في حيطة. تمام? هروح ايه اقول له نعايز تضيف لي هنا اهو. فلو عملت حصر هتلاقي الحيطة معك مزبوطة. تمام? ففي سواني قدرنا نعمل الحوايت باخده كيرف وبتلفه كل حاجة. تمام? بعد كده تقدر تاخد الحاجة ديت وتقول له اعمل لها محاكاة وعمل لها كل اللي انت عايزه. هنشوفها مع بعضها. فزي ما انت شايف المدرسة سهلة جدا ان انت تعمل شكل دوت. تمام? وممكن تسيبه وتعمل شكل تاني وتالت ورابعة تعدل بس الزاوية ويطلب معك هشكال كتير. فده بيفرق معاك ان انت قدرت بسهولة جدا تعمل افضل شكل موجود. افضل شكل ممكن اه يحقق الاستدامة للممنى دوت. تمام? ممكن كمان تعملها على مدن. يعني ممكن تعمل دراسة للزلال والشمس والحاجات دي على مدينة كاملة. تمام? فيقول لك مسلا المبنى ده هيئزي المباني اللي حواليه بشيوصل لها الشمس. او او التصميم اللي انت عامله في مسلا شارع في النص. فالشرع ده هيخلي فيه اصوات عالية للناس اللي ساكنين في الشوارع. فبتعمل دراسة كتيرة جدا بحيث تتأكد ان التصميم اللي انت تعمله افضل واحد. يعني انت ممكن تعمل تصميم وتكتشف المشاكل بعد ما اشتغل بسنة سنتين. الناس تده تقول لك والله فيه مشكلة. فكل هتفنا ان احنا نعمل بيم يكون صديق لبيئة ويكون مفيد. طيب. هنعمل الوضوع ده ازاي? هنستخدم برنامج مسلا زي 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 مش من برامج بيم لكن فيه جواه اسمها بتقدر توفر لك بعد لكن عشان شغل حقيقي وبتاع لاما لاما طيب ايه اللي احنا هنعمله بقى? اللي احنا هنعمله ان احنا هندخل الدياتا. تمام هندخل الدياتا اللي ايه? نوع بتاكيف اللي احنا استخدمه. عدد الازوار اللي موجودة. بندخل الفتحات. بنرسم الفتحة. بندخل الماتيريال. زي ما احنا شوفنا لما عالدنا على الحيطة. متخلنا على الماتيريال. متخلنا الخصائص في عتام. بنحدد اللوكيشن بتاع البلد اللي احنا فيها. طيب. اللوكيشن بنحدده منين? من منيج? هتقوله اللوكيشن. هل اللوكيشن هيفرق معنا في التصميم ولا بش هيفرق? مش منسين. هل اللوكيشن بتاع المشروع? هيفرق معنا ولا بش هيفرق? نعم? هكيدة هيفرق. ايوة هيفرق اللي بقى لان لو احنا بنعمل تصميم في مصر غير لما نعمله في اوروبا غير لما نعمله في الحر والحاجات دي. فكل احنا علينا ان احنا بنروح ونقول له لوكيشن. وتبدأ تحدد المكان اللي انت موجود فيه. تمام? اول ما بتحدد المكان عندك طريقتين. طريقة اللي هي قايمة بكل الاماكن اللي موجودة في العالم تقدر تختار منها. يعني هتلاقي مثلا كايرو. كايرو ايجي بتاعي ما موجودة. ماشي? اول ما حددتها قال لك بقى الصدر عرضه وهو 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 الحاجات دي كلها. او من خلال الانترنت. تبدأ تعلم كده على المكان اللي انت عايزه. ويبدأ يجيب لك الخصص تحت. تمام? هتلاقي برضو مصر موجودة اكيد. ماشي? اه. تبدأ بس. ممكن حتى تيجي هنا. وتقول له انا عايز اه كايرو. تمام? فبيقول لك ان في كزا كايرو موجودة. انت عايز انا كايرو فيهم. ايه. خلينا نكبر الهرب كده. او بقول له ان في خمسة خمس موضة اسمهم كايرو. ايه. انا اقول له طبعا عايز انا خم واحد فيبدأ ان هو اجيب هلا. اه غالبا ان اقرب بحطها في كايرو اللي بتاعة المطور. طيب اول ما انت بتحدد اللوكيشن ده فرق معك في ايه. خوش كده على السايت. هيبدأ يحدد لك بقى الرطوبة ودرجة الحرارة وكل الحاجات دي هتبدأ يتحدد بين جرد ان احنا حددنا اللوكيشن اللي احنا عايزين. وده هيفرم معنا كتير جدا في الحسابات يعني لما نيجي نعمل حسابات هتفرم معنا. ماشي? طيب احنا دخلنا المعلومات اللي احنا عايزينها ودخلنا الوزر داتا ودخلنا كل خصاص الحيطة وخصاص الجواب وكل الحاجات دي. هطلع لنا ايه? عد عندك بقى. هعمل لي هيعمل لي هعمل لك هعمل لك هعمل لك هعمل لك هعمل لك هعمل لك هيقول لك تكلفة المبلة ده في السنة هيبقى ديه. هعمل لك دراسة للرياح هيدعمل لك اه يجيب لك دراسة للليد. ايه النقطة اللي انت ممكن تاخدها? كل الكلام ده بمجرد ان احنا قدرنا نعمل الدراسة كويسة ودخلنا لمعلومات مزبوطة. تمام? الموضوع ده فعلا هافر الكتير معك جدا. بالذات لما تيجي تبدأ تشغل هتلاقي الناس يقلل بالاسابة التقليدي وبيعودوا مسلا اسبوعين وانت بتخلص الشغل في يوم او يومين. ده بالكتير يعني. فحاول انت ايه تا تستفاد منها ولو في اي مشاكل قول لعليه. فاحنا في في المحاكاة بندخل قلنا لو لفنا المبنى ممكن ده يوفر طاقة كتير جدا. اتمنى بالكتصة دي. اه عندنا عندنا الشاد الشادو الحاجة ويبدأ بقى يجي لنا بقى كل المعلومات اللي احنا ممكن نعملها المحاكاية. عندي ملف اسم وزر ديت. الملف ده عبارة عن ملف موجود في المعلمات الخاصة بالمنطقة دية الريح جايبنين والحرارة والحاجات ده كلها. الملف ده ممكن ننفعه. وممكن حتى نحدد له هو يجيبه هنا على طول. فهتلاقي مسلا يعمل لك بالشكل دوت. هيعمل لك دراسة للحرارة. دراسة للتضاريس. دراسة للساوند ونويس. الياديات. دراسة للرياح. عملنا الموضل بس مرة واحدة وكل ده بقى موجود وجاهز معي. طيب. ده بقى الباسيف ديزاين. ايه هو بقى الباسيف ديزاين. احنا عايزين المبنى يكون استهلاكه قد اللي هو بيولده. تركزوا معرفة الموضوع ده جدا مصراحة بخياركو شوية. المبنى الاستهلاك بتاعه قد اللي هو بيجيبه. يعني هو مسلا بيولد كهربا مسلا ميتين فولت. وبيستهلك ميتين فولت. فمش مفيش فطول الكهربا. مفيش فطول الكهربا. انت الكهربا اللي انت ولدتها من الشمس او من الرياح. خلاص هي 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 اللي البيت بتاعك محتاجها. تمام? فالمضاد بشكل دوت. مبنى اللي يمكن حصاره. تمام? مبنى يعني لو حصل ايه خلاص ما يعني اه ما ما بياخدش اي حاجة من بره. وده اللي حاولوا يعملوه اه في المرات كانوا عاملين مدينة كده. اه صدراء بحس ايه? لا مش صدراء. كانوا عاملين مدينة اه مصدر مدية مصدر ان هي ما تستهلكش طاقة اكتر من اللي هي بتولدها. يعني لو هي حصل انقطاع تام عن العلم كله. هي مش محتاجة طاقة. هي الطاقة اللي بتولدها هي الطاقة اللي هي محتاجة. تمام? من خلال مسل ان هو بيعمل كسيرات للشمس بحيث ان ما يدخل الشمس كتير. اه وبيتدرس طبعا ده الزاوية بتاعتها بحيث انها تنور طول السنة لكن في السيف ما تدخلش الحرارة بشكل كبير. تمام? طيب هنتكلم دهوقتي عن السوفت وير. بس قبل ما تكلم عن سوفت وير لازم ادي تحذير. مش البرامج هي اللي بتعمل المباني المستدامة. انت اللي بتعمل. المهندس المعماري بتعمل مع الاخرين. هو بيعملوا هم التصميم المستدامة. البرامج بتساعدك. بتوفر معك وقت. انما مش يعني ما فيش حاجة اسمها. انا بشتغل ببرنامج حلو فالبرنامج حلو ده هو اللي يعمل لازمدامة. لأ. انت مهندس فانت اللي تعمل استدامة. سابع متابعة وقلم. خدت منك وقت. اقدرت تعملها على الاتوكاد. اقدرت تعملها على البيم. اقدرت تعملها على اي سوفت وير. اظن كده ايه? الموضوع واضح. فانت بتعمل موديل وبعد كده بتعمل بعض الخطوات اللي احنا هنعملها مع بعض. ماشي? دي برامج البيم. ودي برامج الاستدامة. خلنا نشوفهم مع بعض. عندنا ريفيت. عندنا اوتوكاد. فيه اوتوكاد معماري. فيه اوتوكاد اركيتكتشور. بس محدش يستخدمه. اوتوكاد اركيتكتشور ده كانت. اوتو ديسك مكادش اشترت الريفيت لسه فكاد هي بتعمل تجربة. ولما اشترت الريفيت مواتت اوتوكاد الاركيتكتشور دوت واعترفت انه هو مش مالوش لازم. تمام? الاركيكاد ده قديم جدا يعني من قبل الريفيت وفيه بمزايا حلوة. وفي ناس كتيرة حتى لام استدامه وهو برامج ممتاز يعني. في ناس كتيرة بتشكر فيه. طيب تعالى بقى ندخل على البرامج الاسدامة. عندنا برنامج اسمه وده مثل ان هو اوبن سورس وبرنامج حلو. ومجاني وبرامج كتيرة جدا معتمدة عليه. تمام? وتقدر تاخد الشغل من الريفيت او من الاركيكاد او من اي برامج برامج البيم وتدخلها على وشعر كويس. برنامج برنامج وحش وسيء ومحدش يستخدمه. تمام? هو مشهور لكن هو سيء جدا. ليه? لما بتجي تعمل بيطلعك نتيجة. تقفله وتفتحه تاني وتقول له بنفس الامبوت بيديك مخرجات مختلفة. فمحدش يستخدم الجريم بيلدينج استوديو هنتكلم عنه ان شاء الله بتفصيل. ووريكوا صور للشغل به. ماشي? الاي اس ده بيستخدم فيه المدن والاماكن الكبيرة. تمام? الديزاين بيلدر ده برنامج عملاق بيعمل حاجة كتيرة جدا. وكل البرامج دي هتلاقينا بنتكلم عنها بالتفصيل. برنامج الفزاري كان برنامج حلوة لكن نلقطت في ذلك وقفته. ماشي? طيب. عندنا في حاجات باسمها يعني حاجات برمجية ومهمة جدا زي الدينامو ده في الريفت بتقدر تبرمج حاجات قوية والجريس هوبر ده في اللي رأينا. دي قائمة البرامج المعتمدة من الليد يعني لما تتعمل بالحاجات دي الليد بتممكن تديك شهادة ان المبنى بتاعك صديق البيئة. طيب. في حاجة مش واضحة لغاية دلوقتي. يا باش مانتسين. في اي اسئلة في حاجة مش واضحة? كله طبعا ما تكتب. ماشي اه ماشي باش مانتس واضح. في حد عنده اي اسئلة? الكلام واضح عشان احنا ندخل في حاجات تانية فانا عايز تأكد ان الليل كده هو واضح. نكمل. باش مانتسا ندا. نكمل. هلو? اه وفي ثلاثانة فانا اقول تأكد واحدة هترد. طيب. تعالوا بقى نشوف ايه فكرة. ازاي نستخدم برنامج الريفة على سبيل المسال في الموضوع السلام. احنا شوفنا ازاي نعمل مسلا موضل سهل جدا موسيطه. طيب تعالوا بقى ندخل على القايمة اسمها قايمة طيب انا عندي هنا كن احنا عملنا الغرفة دي. طيب عندي حاجة اسمها سبيس. سبيس دي عبارة عن ايه? اي غرفة او روم بس بيبقى فيها شوية تفاصيل اكتر. فلو احنا عملنا سبيس هنا. تمام? هتلاقي كمية مع معلومات راه يبقى ان انت عندك كل غرفة بتحط فيها المعلومة. علمت ان هو على سبيس. تمام? هتلاقي معلومات خاصة باللايتينج موجودة هيت. تمام? مجرد بس ان هو عارف الماتيريا اللي موجودة وعارف المساحة بتاعة الغرفة. وعارف اللوكيشن اللي احنا موجودين فيه. قدر ان هو يقدر يحط نشوية معلومات خاصة بالالكتريكا. تمام? طيب. دعلك نشوف ايه المعلومات اللي موجودة. والنقشهم واحدة واحدة. طيب الالكتريكا اللوت. اهي. الديزاين انت شفاك اللوت. انت ممكن في بعض المعلومات انت لبتدخلها بنفسك. تمام? وفي بعض المعلومات اول ما تحط مكانة هو ابدأ يحس بيها وشوفها. هو اوتوماتيك حاس بالاريا وكتبها. وحاس بالمحيط وكتبه. حاس بالفوليوم وكتبه. تمام? بدأ يتكلم بقى في التكييف. بيقول لي اللي هيتخلت دي. فممكن اقول له مثلا متير في الثانية. هو ليس ما حسبهاش. اول ما تبدأ ترسم المهندس التكييف هيرسم حاجة التكييف هو يبدأ ان هو يحسب. طب الريتيرن. انت عايز تحسبه بنسبة ايه? هقول له نسبة من السابلاي الفلو. يعني كبينة الهواء الراجعة هتبقى نسبة ايه من الهواء اللي داخل. طيب دي حاجة بتاع التكييف فهنعديها بسرعة. اه تعالي بقى نخش هنا مثلا. بيسأل لي هل المكان ده هيبقى فيه اه في ناس تبقى موجودة فيها او لا. طيب. الكنديشن طيب. هل هو الغرفة دي هتبقى هيتيد? يعني محتاجة انها تسخن? ولا كولد? ولا هيت اند كولد? ولا فنتيليشن? طيب. هنا بقى عندك نوع النشاط الموجود. يعني مسلا لما يكون مسلا اه بنك. هتلاقي المساحة للشخص مختلفة. الرطوبة مسلا الشخص قد ايه? اللايتنج قد ايه? الباور لود. كل الحاجات دي مفروض اللي موجود هنا ده طبع كود التكييف الامريكي اللي هو الاشري. فهو صح. بس لو انت عايز تتعدل فيها بعض المعلومات تقدر ان انت تتعدي. لكن انت تتعدل للنسبة ولكن انت تتعدل الخصاص دي لو انت عندك ان الرقم ده وشن صوت. طيب. تعالنا نشوف كونستوركشن طيب. كونستوركشن طيب بيقول لك بقى ايه الروف? هنحسب مسلا الكمية اليو فيها قديه. لو انت مش مدخلها في البرنامج. هو بيقول لك افتراضي للمشروع كله هنحسبها كزا. السكايلات قديه. هو بيبدأ يديك بعض الافتراضات. تمام? هنا البيبون. تمام? طيب. انا مش عايز اتناس توه مني. الفكرة كلها ان احنا بتدخل البيانات بتاعة الغرفة. ماشي. طيب نفترض ان احنا دخلناها. تعالى بقى نبص هنا. في الجوز اللي هو بتاع الانرجي. بلا عند حكا هنا اسمها دخلناها. ماشي. هيبدأ يعمل لي انرجي موديل. تمام? بيقول لي سايف المشروع. طيب خلصنا سايف. سايفة اسمه بروژيكوان. لو معك في الجروب لو حد عنده اي سآل ممكن يبعت عالجروب او يبعت عالقاس او اي حاجة. المهم حاولت تتطبقوا قدر الامكان. ومعك طبعا دكتور محمد لو فيها اي اسئلة. آآ ان شاء الله نتعاون مع بعض من جوابها بإذن الله. بيقول لي create the energy analytic model. خلي بالكم ان انا ما عملتش اي حاجة قبل ما يبدأ. انا كريت الموديل قدامكم. كل انا عملته. ان انا بس ايه رسمت موديل صغير كده ولفيته بحيث ان هو يبدأ ان هو ايه? يعمل له analysis. تمام? بدأ هو عمل هو energy model بحيث ان احنا نبدأ نعمل الدراسة بتاعته. طيب بعد كده عند حاجة اسمها system analytic. تمام? بيقول انت عايز تعمل ده ادراسة لل building energy simulation والاتفاك system. طيب خلينا اقول له annual. اقول له run analysis. اقول له generate. طيب احنا قلنا له اعمل لنا energy model وهو مفروض ان هو عمل energy model. هنشوف ازاي ناخد ال data من energy model دوت. ونتأكد الموديل بتاعنا آآ سليم. ماشي? هقول له optimize optimize optimize. عمل لي ايه اللي optimize? فتح لي الصفحة اسمها insight. صفحة insight ده. آآ هيبدأ يزهر لي النتيجة. تمام? هيعمل لها آآ analysis ويبدأ ان هو يزهر للنتيجة هنا. النتيجة اللي احنا عملنا بتاعة المبنى. ماشي? ده عبارة عن ايه? ده عبارة عن هيتعمل لدراسة لكل المواد اللي موجودة ويبدأ يقول لي ايه اللي انا اقدر اعمله عشان اوفر التكلفة الاسناء تشغيل المبنى. ماشي? طيب. فقا بس جسة بيحسب. فخلينا نشوف ايه موقع تاني. يبقى احنا اول حاجة بتعملهاه بترسم الموديل بترسم الموديل وعدي خالص وبعد كده بتبدأ بتقول له انا عايز اعمل آآ عايز اعمل آآ اول ما يعمل لك هو بيبدأ ارفع المواد التلقائي من غير ما تدوس عليه حاجة على موقع وعلى موقع خلينا اقول له ده المشروع هو مفروض في مشاريع كتيرة لكن هو ده يعني الحساب ده انا عامله بجيت فبيش ظهر غير ده تمام طيب هجيب لك كل حيطة موجودة الدراسة بتاعتها كل المعالات انت عايزها طيب دي البروجيكت الديتيل انت تدر تعدل في البروجيكت الديتيل دي لو في اي معلومة عايز تغير اسم المشروع عايز تغير اسم البيلدنج اسم الاسم اي واحدة فيهم عايز تغادل فيها تدر تعدل فيها تبصيل بتاعت المشروع طيب في الاخر بقى هتلاقي بقى اهم حاجة اللي هي الوزر ستيشن هتلاقي فيها كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها للمشروع بتاعتك زي مسلا درجة الحرارة في خلال الاثنشر شهر هتبع عاملة ازاي? في شهر واحد قد ايه? شهر اتنين شهر تلاتة? الدراي قد ايه? وهنا الويندروس بحيس تعرف اتجاه الرياح في كل شهر عاملة ازاي? تمام? ده بيش عامة ده خاصة بالمشروع بتاعك انت بس. تمام? واي صورة من دول تقدر ان انت تسايفها لو انت حابق بحيس تعملها في البحث بتاعك في المشروع بتاعك. وجاب لك الوزر ستيشن بتاعتها وكل المعادلة تقدر ان انت تغير فيها. عايز تغير واحدة الجياس عايز تكبر المقاس تزغير زي ما انت عايز. جريم بيلدينج ستوديو هو بياخد المعادلة المشروع. طب تعال شوف معي الحتة دي. الناس بس تركز معي. خلينا آآ ماشي هشرح لكم الفكرة دلوقتي. ده المشروع اللي احنا عملناه. ده بيقول لك استهلاك USD دولار للمتر مربع في السنة. تمام اهو. واخدين بالكم. هو عمل دراسة لكل العناصر يمكن تكون موجودة. احنا عايزين بقى ايه? نبدأ نشوف ايه الحاجة اللي انا ممكن لو غيرتها بدل ما هو بيستهلك مثلا اتنين وتلاتين دولار. لا انا عايز انزلهم لتلاتين دولار. فتخيل ان انا بوفر لكل متر اتنين دولار للمتر الواحد في السنة. وهنقدر نوفر اكتر بالكده بكتير احنا ممكن نوصل لعشر دولار. بمجرد بس عملنا شوية حاجات بسيطة. تمام? على سبيل المسال مسلا لو احنا اجرينا مسلا نشوف هنا. ماشي? بيقول لك ان انت عندك كزا نوع ممكن تركبه الويندو شادو. في حاجات فيهم بيستهلك كتير وفي حاجات فيهم بيستهلك كليا. يبقى انا اقول له ايه? لا انا عايز اجي هنا لدول. هتلاقيه خلاص. مجرد ان انا غيرت حاجة صغيرة وصل لتلاتين من بدل اتنين وتلاتين. ده دي اول حاجة لسا بنغير فيها. تمام? طيب اعمل ايه بقى عشان الشغل بتاعه ما يترشي? هقول له انا عايز اعمل سيناريو جديد. يبقى ده سيناريو واحد. ماشي? نعمل سيناريو تاني نوفر في اكتر. تعال بقى نشوف. الويندو. اه. ده تلاتين. لأ عملنا كده بقى تمانية وعشرين. شفتوا احنا بنوفر استهلاك طول المشروع الشغالي. تمام? طيب نقول له بقى ايه? اعمل لنا واحد تاني. يبقى انا عندي اتنين سيناريو. ممكن تغير الاسم بحيس ان انت تتفكر ايه لحاجة اللي انت غيرتها. بش هيأثر كتير. بش لازم نغير. بش هيأثر كتير. خليه. تمام? الوولس. اه الوولس هيأثر معاني. تمام? الناس لازم تجرب الحاجات دي لاني صدقني انت كده بتوفر للشركة ملايين. انت بتوفرهم فعلا حرفيا ملايين. من اتنين وثلاثين وصلنا الخمسة وعشرين. ولسه نقدر نوفر تاني. ممكن تكون دي غالية. فتقول لها انا هاختار اللي هيكون ايه سعرها يكون مناسب. وصلنا لثلاثة وعشرين احنا لسه ايه? بنقول يا هادي. فتقدر تخش المدير تقول له ده كان بيستهلك كزا. وانا خلصنا للمشروع. واضحة ولا بشواضحة? ايه بشوانسين? اعيد تاني? او اعيد تاني? لا تمام كده يا دكتور. تمام هي كده كده اصلا مسجلة بس ياريت لو حد هو باسمها تسجيل لا الموضوع بشواضح يسألني في الجروب ونقدر نعيدها تاني وتات ورابع المهم ان هو يكون ايه? الموضوع باس ان شاء الله. الموضوع فهنا هنا? اهه. تكنولوجيا جميلة جدا انه تسهل عن الشغل. طيب. خلينا نخش تاني كده في الريفت. نشوفنا هنا مسلا فرق معانا هتقول له هنا هتقول له هنا السيستم اناليسيز هتبدأ اعمل لك طيب في خاصية راحل واحدة واحدة كده مع بعض. اول خاصية هنا بيقول لي انت عايز لما تريد تعمل التحليل تعتمد على البلدنج المسلوب بها الحوايت والبواب والشبابيك والحاجات دي او انا عايز استخدم الماس او الروم اند سبيس تشوف الروم والسبيس اللي موجودة. فلو انت لسه بادئ في المشروع وما رسمتش غير الماس استخدم الماس. لو انت عملت حوايت استخدم البلدنج المسلوب. لو انت فعلا عملت روم وسبيس وحطيت تفاصيل ممكن تستخدم روم اند سبيس. يعني تشوف انت قاني واحد فيهم اللي متوفر المشروع وده اللي تعتمد عليه. تمام? الاختيار ده بيقول لك ما تعملش انالسيز غير للاليمنت اللي ظهر معين. يعني لو انا عندي مشروع كبير وانا فاتح دور معين بقول له ركز على الدور ده بس. طيب. بعد كده جراوند بلان اني دور هو الدور الارضي. ممكن يكون عندي دور كتيرة فهقول له الدور الارضي هو الدور كزا. يعني المشروع ممكن بيكون بتعمل على مراحل. يعني دلوقت هنعمل مسلا دورين وبعد كده تلات دور. فانا اقول له انا عايز الانالسيز تحتي على الدور ده. على الدور ده ده كزا. طيب الانالسيز. طيب الانالسيز هنا. بيقول لي فين تقديه زيز من الواجهة الخارجية. تمام? مسلا عشرة في المية زيز. تمام? اللي هي الواجهة فوق في الروف. قد ايه? عشرين في المية مسلا. لما تجي تعمل اكسيبورت هتعمل كومبليكس ولا هتاخد معك شادينج ولا المليون? الواحي الزجاج? نوع الممنى بتاعك هل هو اوفيس? ولا باركينج? ولا ميوزيوم? ولا بوليس? ولا ولا ووركشوب ولا ايه? ايه نوع الممنى بتاعك? هنا بقى الممنى بتاعك هشتغل كم ساعة? في اليوم? وكم يوم في الاسبوع? يعني مسلا ممكن تقول له ايه? اتناشر يوم في السبعة ايام. وهكذا. نوع التكييف هل هو تكييف مركزي ولا مش مركزي ولا? الاو الدور المكان اللي حواليك هل هو مكيف ولا مش مكيف? لما نجي نعمل اكسيبورت هنعتمد على الروم ولا الاسبيس? طيب? عندي مسلا لو حواياة خارجية انا مش ميداها المعنوات بتاعتها. هيحسبها ازاي? ماشي كل الحاجات ده عشان تسهل علينا في موضوع الحسابات. ده اللي هو المسي اللي احنا رسمناه. يبقى انا كل اللي نعمله ان انا هعمل موديل وبعد كده اعمل سوموليشن وبعد كده اعمل كصور وهنعمل اناليس. ماشي? طيب خلنا نشوف اهو. ممكن نيجي هنا ونقول له سومبوس. اون ووف. اوف اللي هو بش ظهر. سومبوس اون يبدأ يجوب لي سومبوس بالشكل دوت. اهو. طيب. هفعل اللي جنبيها اللي هي الزلاب. ونبدأ بنحرك الشمس. سومبوس اون. سومبوس اون. بصوا هنا بقى بيورين الشمس. دي هنا مسلا الساعة كم? الساعة سبعة بي ام. طب لأ احنا عايز هنا في نص النهار عشان ننزل لي بالي. اهو. انت جدو بتعمل دراسة للشمس في كل وقت انت عايزه. طيب انا عايز ابدأ اكتب الوقت عشان يبدأ يظهر معي. تعالى على الشمس هنا. واقل له ايه؟ سون سيتينج. دي يعني لقطة. فبحدد له لوكيشن. انا بحدد له هنا قاهرة. اللي هو يوم كام. الساعة كام. تمام? تقدر بقى من هنا. تيتغير زي ما انت عايز. هتلاقى الزل اختلاف. بشكل ده. طيب ممكن اقول له سنجل دي. يعني عايز اعمل الدراسة في يوم كامل من اول واخره. فبتحدد اليوم وتحدد من الساعة كزا للساعة كزا. انا عملتها من من شروق الغروب. هيبدأ بقى اعمل هالك. طيب خلان نجي هنا. وهجأ اقول له هنا. من هنا على الشمس هنا. يعني سولا استادي بقول لنا عايز اعمل الدراسة كده للشمس. فجاب للشريط اللي فوق دوت. الشريط ده ممكن اقول له ايه? بلاي. فيبدأ يعمل له حركة لحركة الشمس في اليوم ده. اللي هو خمساشر اكتوبر من اول ما الشمس بتشرق لحد ما الشمس بتغرب. خلي بالكم احنا ما رحناش لبرنامج تاني. هو نفس برنامج اللي احنا شغلين به بنعمل موديلي. تمام? طيب ممكن اقول له ممكن اقول له لا ده انا عايزها. يعني اكتر من يوم. فيبدأ يعمل الدراسة مسلا على شهر كامل او اسبوع زي ما احنا نحب. ماشي بس هتاخد وقت. طيب خلينا اقول له ايه بلايه ندوق. نقدر نحدد بقى انواع الخصص انواع عايزها مسلا مالت دي نقول له بقى من يوم كام ليوم كام? مسلا طول السمر. شاف الظلم? تقدر تدخل هنا على سان سيتنج في لحظة وتعدل الخصائص اللي انت عايز. في حد عند ايه سئلة? ضيب في حد عند ايه سئلة حد دلوقتي? فده اخليك لو انت عامل مسلا كزا مبنى جنب بعض مسلا مدرسة فيها اكتر مبنى تعمل دراسة للشمس والزل والحاجات دي كلها. بعد ما عملت ديجيت ممكن تجيب بقى هنا. وتقول له سيف هالي. ممكن تقول له ايميج عندك ممكن تعملها او ايميج ايميج هاخد لك صورة واحدة. سولار سطادي اللي هيعمل لك الحركة اللي احنا شفناها دي. يسيف هالك في ملف فيديو. اه. بتقول له كل الفريمات ولا فريم معينة يعني من من كزا لكزا. وبعد كانت عايز كم فريم في الثانية. تمام? دول هتلعوا معك ثلاثة وربعين ثانية. طب الفيجوة لو لطلو رندر هياخد وقت تتير. تمام? فبتبدأ تشوف ايه الحاجة اللي ممكن ايه يعني تاخد منك وقت معقول. تمام? ممكن تقول له حط لي يعني اكتب لي كده طل الوقت. ده حركة الشمس يوم كزا. ده حركة الشمس الساعة كزا. تمام? وتقول له اوكي فيبدأ ان هو يعمل لك للفيديو دو. يريد يعملوها وحطونا الفيديو على الجروب. يعني نشجع بعض ونحط كده الفيديو على الجروب ان شاء الله. تمام? في اي اسئلة او في اي مشاكل. في حاجة مش خطحة. اه نكامل. طيب فده لصن باص. ومن ان ده ده حركة الشمس وحركة الزلال. فعملنا المشروع. دخلنا معلومات المشروع زي مسلا. اه وبدأنا نعمل للصورة. ونبدأ نفعل الشمس والشادو. وباقي كان حدد بقى الطيب افصولة هل لقطة واحدة واليوم واحد ولا اكتر من يوم. وبعد كده نبدأ ان احنا نسايفها بالشكل ده ده. اول اعملنا وشنا في دي. فعلى فكرة برضو لو في دي هتظهر معك ما فيش مشكلة. يعني لو انت عايز تعمل الموضوع ده في 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 هنا مفيش مشكلة. نقدر نيجي هنا ونقول له فعلنا الصرار السطادي. تمام اهو الزلال الموجودة هيت. تمام? ونقدر نغير الوقت اللي احنا عايزينه. بحيس ان نزل اللي يختلف. ماشي? فمفيش اي مشكلة لو انتم عايزينه. تغيره في الشمس. وفي الاخر تقدر انت سايف الشمس. او تقدر تجرب بقى في اكتر من شكل المبنى بحيس توصل للشكل المناسب ليك. هو الميزة بقى ان هو تقدر تدرس طول السنة. واستخدامات الطاقة تبع عملها ازاي? ودي نتجة ممكن تبدأ ان انت تطلحها. لو استخدرنا سكالايت خمس عين في المية او خمس ستين او خمس وتلاتين. ان فيهم اللي يكون افضل وان فيهم اللي يكون اه مناسب. دي بقى حاجة هنتكلم معنا بالتفصيل اللي هي ايه? ده ان انت مجرد ان انت فيه انت بتغير رقم الشكل كله بتغير. دي موجودة في في حاجة اسمها الدينامو. تمام? بحيس لو انا غيرت مسلا المساحة بتاعت الشباك او تمتوا نصين او عملت تأثير هي بعمل ازاي? تمام? ده البراماتيك. دي اللي حنشوفناه في الخصوص بتاعت لو الناس فاكرة. تمام? يعني لما دخلنا هنا في اي هتلاقيه هنا. تمام? هتيجي هنا في الجزئية ديت. تقدر تدخل بقى كل داتا اللي انت ممكن تحتاجة. عليها زي نوعلو في صحة حاجة زي كده. تمام? دي خاصية برضو يعني هي اغلب منس التكييف بس هنفيش مشكلة. ان احنا لو عايزين نعمل دراسة للدرقة الحرارة. وكل اللي احنا نعمله مجرد بس هنيجي هنا ونقول له احنا عايزين نعمل دراسة احنا عايزين نعمل دراسة لتشاهد درقة الحرارة حول تمامي التدخل. يومي مجرد درقة الحرارة. سأحنا عرب مجرد يومي خطير. طيب. ايه في الازارات الفتاكت هنا. انهم مشكلون من الوقف عشرين اربعة وشرين. هي مفروض ان هي في الاناليسيز بنلاحق سماية تجي عند كل انجلود بيبدأ يعمل بس هي اصلا خاصة بالتكييف. طيب دي حاجة كويسة قوي اللي هي ايه? يعبر عن ايه? ان انا بقول له مسلا انا عايز افضل تصميم اه مثلا لغرفة ويكون فيها توزع الكراسي اللي موجودة. فهو بيعمل لي الف تصميم. الف تصميم يعني. هو بيعمل لي الف تصميم. فبيقول له لا انا عايز التصمات اللي هي بيقيت عن الشبك مسحة. فيقول لي بقى موجودين متين. طب انا عايز الحاجات اللي على شكل دايرة او اللي ابدأ اخصص بعض الحاجات بحيث ان هو يوصلي للتصميم اللي انا عايزه. يعني ممكن اقول له ايه? انا عايز المبنى ده هو تكون اه ارتفاع اه اربعة متر مسلا. فيبدأ يلغي اي حاجة اكبر او اصغر من كده. تبدأ انت تحدد الحاجة اللي انت عايزه حد ما توصل للجزء ايه اللي انت عايزه. يعني ممكن تقول له ايه? انا عايز تصميم مدرسة. فيبدأ اعمل لك تصميم كتير. تقول له انا عايز التصميم اللي هي مزيش عن دورين. فيبدأ يجيب لك اللي هم دورين بس. لا انا عايز الحاجات اللي هي ارتفاعها يكون تمانية متر. فيبدأ يجيب لك دول بس. لحد ما توصل للتصميم اللي انت عايزه اللي هو يكون صديق البيئة. طيب ده الان برنامج الانالسيز اللي احنا لسا شوفينه. اهوت. ممكن تعمل تصميم تاني. فهو يبدأ يجيب لك مقارنة بين التصميم الاولاني والتاني. وانت تختار انا الافضل. ده اللي هشوفنا ان هو ممكن يجيب لي معلومات عن المكان اللي انا هشتغل عليه ويجيب لي معلومات عن المشروع. ده اللي هو تقدر تحدد تقدر تحدد البروجيكت فيس. طيب البروجيكت فيس دي بتتجيب منين? البروجيكت فيس اهي. دي عبارة عن ايه? ان انا المشروع بتاعي في جزء لما انا بدأت كان فيه مسلا كزا مبنى موجود فما انفعش اقرب منه. اقدر اقول له انا عايز فيس وان وفيس تو فيس سري. بحس المشروع ده هيتبنى على تلاتة اربعة مراحل. يعني هيبتدي يخلص مرحلة وبالك يخش في المرحلات التانية وخش في المرحلات التالية. فهتقدر ان انت تعمل كزا مرحلة. وتجي تقول له هنا. ده تبع المرحلة الاولية. ده تبع المرحلات التانية وهكزا. لتزبيط الشغل بس. ويساعدك طبعا ان انت تحسب التكلفة. خلينا اتفال لك برضو الاضطرارة. اتفال لك برضو الاضطرارة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. تقدر تعمل وتقول له مسلا ده دي او او دول فتقدر ان انت تقسم شغل بتاعك وتنظهه بشكل كويس. دي احنا شوفنا وضوع الماتيريال اللي انت بتعمل على اي تمام وتقدر انت الضبط الماتيريال بتاعتك زي ما انت عايش. يعني لو اخترت هياخد نفس اخصاص الازيز. مش مجرد بس في او في الشكل او كزا. لا يعني مسلا خلينا نقول له تمام هتيجي هنا تقول له انا عايز الخصاص الفيزيكال بتاعت الجلاسز. موقع موقع شكال راسس. طيب خانشو بغلست تانية. اهي. دي مسلا اهي في الفيزيكال الخصاص الفيزيكال بتاعتها. السيرمال السيرمال برضو اهي. فهتلاقي كل الخصاص بحيث حتى لو الموديل بتاعك ده صدرته لأي برامج برامج للاستدامة يقدر ان هو يتعرف عليه ويبدأ ان هو يتفاعل معي. دي ادنس موجودة اسمها Autodesk Lighting Plugin. دي وبارة عن ايه? بيبدأ يدرس لي الشمس مسلا اللي هتدخل من شبابيك هنا هتبع عاملة ازاي? في قلب المبنى. تمام? ده برضو بلاجين اسمه اليوم تولز. تقدر انت تستطابه جوه الريفت. تستطابه من اين? اهو الموقع هوت. عاب دوت ديسك. مجرد هتيجي هنا تقول له مسلا عايز حاجات خاصة بالليد مسلا. ده مسلا او اي واحدة من دول. تقدر تستطابه بحيس ان هو يساعدك في اه معرفة انت مناسب للليد ولا لأ? طيب اه في حد عنده اي اسئلة? طيب في حد يدر يلخص لنا او يقول لنا حاجة استفنان النهاردة? حد يدر يقول لنا مسلا حاجة استفنان النهاردة? كلمة واحدة. شو اسألات هم? ايو دو. ايو 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 اساس. قلنا حاجة كده مسلا انت لعنا نهاردة استفدنا بيها او حاجة او ملحوظة او حاجة انتقاض او اي حاجة. استفدت من حتة تاعت الكوست بتاع المبنى معلش بشو نستني بقولي استفدت من حتة تاعت ازاي نحسب الكوست بتاع المبنى بص ده الفاضل الريفت في ميزة كويسة او برمج البن في ميزة كويسة انه على طول بيعمل لك حصر تلقائي بمعنى ايه بص لو جيت هنا في قلب الخصائص هتلاقي حاجة اسمها لو جيت هنا قلت له انا عايز اعمل للحوايط هو اوتوماتيك اول ما ترسم اي حيطة او انا قلت له الحوايط ماشي اول ما ترسم اي حيطة هو اوتوماتيك فالميزة ان انت مهما عملت شول بتاعك مش هتعيده يعني احنا مسلا كنا عملنا مشروع كامل وبعد ما خلصناه قالوا لنا ده فيه تعديل معين اعمله حصر تاني فنده كبير فاخدنا اسبوع كامل للحصر بس بعد ما خلصنا المباني هنا لا هو اوتوماتيك هتعدل وبص لو وفت على اي ايه واحدة فيهم وقلت لنا عايز تشوفها بموجودة فين يبدأ ان هو يعمل لك زوم عليها وتبدأ ان انت تروح للمكان دوت تمام حاجة اسمها هايلايت الموديل علم على الحيطة وقول له هايلايت الموديل هيبدأ يجيب لك الحيطة دي لو مسحت الحوايط هو اوتوماتيك يعدل لك في الجدول فانت طول الوقت انت عارف المشروع بتاعك هتكلفة دي انت كمدير مشروع في اي لحظة اسألت اني اختيار افضل او اني حاجة نعملها افضل الحصر معاك وتقدر تقول لهم اني تكلفة دي لو مثلا صاحب الشرك قال لك المشروع ده محتاج فلوس قد ايه مثلا الشهر اللي جاي فتقدر تعمل حصر بتاعك ايه الماتيريال اللي انت محتاجة في الشهر دوت فده مفيدة جدا في ان انت تعرف تكلفة الفلوس وددر تدير بيها المشروع مش منسى مريم مش منسى مريم عندنا اتنى مريم ايه ايه الحاجة اللي انت شايفها النهاردة او حاجة انتقاد او حاجة استفاد ان احنا عملنا الشمس ومساري الشمس وكده في الموقع لان احنا اصلا في نفس الوقت ادي احنا نعمل كسس تادي فما كناش عارفين ازاي نعمل مساري الشمس وكده في طريقة نفس الطريقة دي. وكمان ان انا عايزة اتعلم ريفت فدي بداية حلوة يعني. ان شاء الله ومهندس محمد ان شاء الله يبدأ معكم مشروع بأي اذن الله. واي حاجة نتعلم في المشروع هنبدأ نطبع عليها افكار الاستدامة. ونبدأ نشوف مع بعض كده نتعلم مع بعض ازاي نعمل حاجة كن صادقة البيئة. اه يعني اه مفروض ان المباني القديمة اللي موجودة في مصر اصلا اعلى حاجة من حاجات الاستدامة. فاحنا بنحاول بس ايه نحاول نحنا نفهم ايه اللي هم عملوه بنحاول نحنا نعمل مباني اه صادقة اللي بيها تكون فيها الخصائص اللي موجودة. يعني نجرب مرة مسلا عملنا بقى شباك كبير فوق وشباك صغير تحت ونشوف الهو هيمشي ازاي او الدوق هيمشي ازاي. اللي هو الدوق وكل حاجة. طب لو غيرناه وخلينا اللي فوق هو الصغير والتحت هو كبير هجب عامل ازاي. فبدل ما نجرب في مبنى هنجرب ع الكمبيوتر ونشوف افضل نتيجة ان شاء الله. تمام? طيب انا انا معاكم لو حد عنده اي اسئلة حد عنده اي افتراحات حد حاب ان هو يكمل في اي حاجة انا تحتامركوا. ان شاء الله المحاضرة جاي نكمل في الاستدامة شوية. وبعد كده هناخد محاضرة بيم. وبعد كده هنتكلم ان شاء الله في الزكاة الصمعية. ولو حد حابب ان احنا نركز على تولز معينة او صوف تيور معينة او ناخد محاضرة كاملة. بمتشوحش الريفت بس ما فيش اي مشكلة خلص. اللي انتم روبي. تمام? في اي استلسارات? اه دكتور. تحت عمرك. اما ممكن بس احضرتكها بعت لانا الستوائززي على الجروب. عن اي حاطر. من عنها الاتنين حاطر. ان شاء الله. ان شاء الله. طب انا بعتها لدكتور امونة بص عليها الاول وبعد كده ابعتها لكم ان شاء الله. تمام? السلايد هتبقى موجودة وفي كتب يعني في كتب خاصة بالاستدامة وكتب خاصة بالبيم. الاتنين هكونوا موجودين. وفي حاجة مهمة جدا لعبة كده هنلعبها مع بعض ان شاء الله. خاصة بالبيم برضو هنلعبها. بس عايزكم تتفعلوا معي فيها. هيبقى يوم ممتع لعبة وكل حاجة بس يعني نتفعل مع بعض ان شاء الله. ازاي ازاي ان احنا نفترض ان فيه مشروع حقيقي وان نتفكر مع بعض في المشروع ده ان شاء الله. اه ومعليش يا دكتور برضو عايزين اه ريكورد بتاع المحاضر برضو. اهو مستجل وكل حاجة وهبعث برضو لدكتور امونة واسازينا ان ان نشاركه معكم ان شاء الله حافظ. تماما شكرا لك. تحت امرك. في اي حاجة? في حد عنده اي اسئلة اي تفسارات اي حاجة? تماما. تحت امرك الله يا كريم. اه سبحانك الله وحمدك شكرا لك. السلام عليك. شكرا لك ان شاء الله. اشتركوا في القناة.